تعالي بقى يا ست البنات اعلمك ازاي تعملي احلى بلح الشام ناجح وطعم ويجنن من اول مرة هتبهيري العيلة كلها بيه لما تقدميه بعد الفطار في رمضان انا اجبت طاصة وحطيت فيها كبايتين من المياه ربع كباية من الزيت معلقتين كبار من السكر ورشة وسيطة من الملح هسيبهم لما يغلوا على النار واول ما يغلوا هنزل عليهم بكبايتين ونص من الديق هفضل اقلب كويس جدا والنار متوسطة لغاية ما الديق ده يختفي تماما خالص متوسطة لغاية ما الديق ده يختفي تماما تماما لو انت من الناس اللي بتحبي تعملي حلويات رمضان كل يوم بعد الفطار في البيت وبتحبي ما تاخدش معاك وقت خالص ومكوناتها تكون بسيطة سيبالك لينك تطبيق حلو قوي موجود في اول تعليق خاص بالحلويات التطبيق مجانا وبيشتغل بدون انترنت ودي اجمل حاجة في حملت تطبيق هتلاقي في كل وصفات الحلويات اللي تنفع في رمضان وغير رمضان زي ما انتوا شايفين بعد ما خليت الديق اختفى تماما هشيله بقى من على النار واسيبه لما يهدى شوية واضيف عليه معلقتين كبار من النشا تقدر اضيف النشا معا الديق على النار مفيش مشكلة بس انا بضيفه بعد ما بطلعها من على النار وبقلبها كده كويس جدا الديق بيتشربها تماما ومش بيغير في قوامها خالص هسيبها لما تبرد خالص وابتدي اضيف لها اربع بيضات هاضيف اول بيضة وحط عليها رشة بسيطة من الفانيليا واعجنها كويس لغاية ما تختفي وبعدين ابتدي اضيف البيضة التانية كل مرة بضيف بيضة واحدة ولما تختفي تماما من العجين اضيف التانية هم اربع بيضات تقدري تعملي نص الكمية يعني كباية مية واحدة كباية وربع من الدقيق حوالي تلات معالق من الزيت ده ده نص الكمية بس انا عملت الكمية كلها عشان ولادي بيموتوا فيه زي ما نشايفين بعد ما ضفت الاربع بيضات واختفوا تماما العجينة بقت طرية كده ونعمة هجيب الزيت وهو بارد تماما هحط فيه البلح الشام بالشكل ده هبل المقص من الزيت وابتدي اقص بلح الشام عشان ينزل في الزيت بعد كده هشيله وهو بارد هحطه على النار انا سايبالكم وهو بيغلي ازاي اول ما يبتدي يسخن تدري جيا مرضتش اقفل الكاميرا عشان تشوفوا شكله بيبقى عامل ازاي ما بنتدخلش تماما ولا بنقلب اي حاجة لغاية ما على الوش كده نبتدي بقى نقلبه بالمعلقة او بالمصفة اللي احنا هنشيله بيها من الزيت زي ما انتم شايفين شكله ما تغيرش خالص شكله جميل جدا هنفضل نقلب فيه لغاية ما لونه يبقى دهبي وحلو ونبتدي نطلعه على شربات بارد طبعا الشربات عملتوا معاكم في فيديو سابق ارجعوا للصفحة هتلاقوني من الزيت الشربات مظبوط جدا وده شكل الشربات بعد اربع او خمس ايام كنت عاملاه في ناس كتير قالت بيسكر مني او بش عارفة بيحصل في ايه زي ما انتم شايفين شكله عامل ازاي الشربات كأنه عصر ابيض هنحط فيه بالح الشام لمدة خمس داي ونبتدي نشيله في مصفة علشان نصفي اي شربات زيادة وبكده خلصت معنا الوصفة عملنا كمية جبيرة جدا تقدريت تعملي نص الكمية انا كتبالك المقادير على الشاشة عشان ما تتلغبطيش وبالفة هنا